بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور شمس الدين محمد سعد هنشتغل مع بعض ان شاء الله مادة تسمى السيرفينج او المساحة باللغة العربية ومن الطبيعي ان في الاول هنتعرف على مكونات هذا المنهج مكونات المنهج ده عبارة عن ايت شابترز او تمام فصول الشابتر الاولاني هيكلم على مقدمة للعلم دوت الشابتر التاني هيكلم على theory of measurements and errors نظرية القياسات والاخطاء النتيجة عن هذه القياسات شابتر تلاتة هيكلم على chain serving او المساحة بالجنزير وفي بعض الكتب بتسميها tape serving المساحة بالشريط وفي اللغة العربية بيسموها المساحة باستخدام القياسات الطولية فقط شابتر اربعة نتكلم على engineering scale او مقاييس الرسم الهندسية شابتر خمسة campus serving او المساحة بالبصلة شابتر ستة traverse او المضلعات باللغة العربية شابتر سبعة units of measure وحدات القياسة المستقدمة في هذا العلم شابتر تمانية والاخير ان شاء الله هيبقى leveling نبدأ بشابتر واحد part one في الاول هنعرف او ندي حاجة بيسميها definition تعريف علم المساحة surveying the science and arts of determining the relative positions of points above on or beneath the earth علم المساحة بيهتم به تحديد العلاقة ما بين النقاط بعضها وبعض على سطح الكرة الارضية او على سطح الارض اللي احنا بنتعامل معها وبالتالي انا بجيب احداثيات النقاط اللي هي x y او x y و z دي بنسميها two dimension ودي بنسميها three dimension coordinates في two dimension coordinates بتيب اسمها plane surveying في three dimension coordinates بيب اسمها geodetic surveying عشان اشتعل مساحة في خمس خطوات بنمشي عليها بالترتيب نمرة واحد انا قررت ان انا اشتعل مساحة وبالتالي بنزل الموقع او الفيلد بجمع data data collection من الموقع تجميع data ايه هي نوعية data اللي انا بتعامل معها بتعامل مع قياسات طولية وقياسات زاوية في الموقع خدت البيانات اللي انا جبتها من الفيلد دي اعدت في المكتب عملت شوية حسابات لها computing و data processing طيب الحسابات اللي انا حسبتها دي هتجيلي اعمل منها mapping خرايط مساحية او data representation طريقة عرض هذه البيانات نيجي المساحة حجم الاتنين يا plane surveying يا geodetic surveying في plane surveying بتعامل مع المباني الطرق خطوط الانبيب كل دي plane surveying لاني بحتاج فيها احدثين اتنين هما x و y اما اذا كانت الارض اكبر من 250 كم مربع اللي انا هتعامل معها فانا بلجأ الى geodetic surveying طب بستخدم المساحة في uses of surveying ايه هي استخدامات المساحة نمرة واحد topographic map والمقصود بالtopographic map هي الخرائط التوبغرافية باللغة العربية وفي الخرائط التوبغرافية معنى كلمة التوبغرافية دي بتبين لي ارتفاعات وانخفاضات الارض اني اماكن مرتفعة واني اماكن ممخفضة ودي بيهتم بيها اكتر الناس بتوع الطرق او الناس اللي هتصمم طرق او الناس اللي هتستخدم الارض هتعمل لها تسوية عشان يعمل عليها مباني او الناس اللي هتعمل مصارف مائية سواء كانت طرع او مصارف كداسترالماب المقصود بالكداسترالماب اللي هي الخرايط البلانيمترية اللي احنا بنسميها اكسواي فقط ما باهتمش بالارتفاعات دي ما يمنيش الارتفاعات دي الانجينيرينج ماب الخرايط الهندسية بتهتم كمان المساحة او بنستخدم المساحة في الخرايط العسكرية الكنتورينج ماب معنى كلمة كنتور هو الخط اللي بيمر بجميع النقاط اللي لها نفس الاليفيشنز او الهيط نفس النقاط دي كلها اللي هي نفس الاليفيشن ده طبعا بيبقى خط وهمي بعد كده الكريجلا الماب والجيولوجيكا الماب الحرايط الجيولوجية